منذ ظهور وباء فيروس كورونا والعالم يحاول جاهداً تجاوز تلك المرحلة الصعبة من تاريخ البشرية ولم تتوانى الدولة المصرية في العمل على مواجهة الوباء بداية من تعقيم الشوارع والمؤسسات مروراً بحملة التوعية حتى فرض الإجراءات التي من شأنها منع التجمعات حرصاً على صحة المواطنين وتدركاً لخطر انتشار المرض ومع استمرار الأزمة ومحاولات البحث عن حلول ظهر تحذير من ثلاث منظمات عالمية وهي التجارة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة تطالب فيها الحكومات العالمية باتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأثار المحتملة على إمدادات الغذاء أو العواقب غير المقصودة على التجارة العالمية والأمن الغذائي التحذير العالمي الجديد ومن ثم مطالباته يعد أمراً لا بد من تنفيذه عبر تطبيق الاشتراطات الصحية بشكل آمن في مختلف تعاملاتنا والالتزام بما تقره الدولة من إجراءات هدفها الحفاظ على المواطنين سواء كان ذلك بدافع شخصي داخل المنزل أو من خارجه وفقاً لما هو متبع وبالتالي من السهل أن تستمر دورة الحياة نحن نقعد في بيتنا مليئة ما لازم ننزل عشان الشغل ما يدي مشكلة يتحدث ذاتها بس هي لازم نخلي بالنا أن الموضوع مسهل كل واحد المفروض يأخذ احتياطاته يعني عشان برضو لو وقفنا الدنيا الانتاج هيوقف وكل حاجة هتقف فإحنا هي ثقافة بس المفروض يزيل عشان هو برضو ما فيش حيث يسمى واحد في البيت ما يشتغلش حافظ على الشغل وحافظ على نفسه وحافظ على حياته وعلى هات أسرته وعلى يعني على الدنيا اللي عاش فيه بنتناوب العمل مع بعض أنا بنزل نص الأسبوع زمائيلي بنزله نص الأسبوع عشان ما نرعتلش مصالح الناس وفيه مرتبات وفيه يعني شغلي لازم يننجزوا أنا باخد احتياتي تمام بنزل بس مثلا طول ما أنا عارفة أن أنا راحة في مكان فيه تجمع بلبس الكمامة معي الكحل في الشنطة لو لمست أي حاجة بإيدي ببدأ أن أنا عقم إيدي بس بنزل الأيام اللي الدكتور مثلا موجود فيها وبرضو في العيادة إحنا بناخد احتياتاتنا كلها حوالين برضو الفيروس شغلي لازم معلش يعني ما أنا بعيش منه هو ده اللي بعيش منه فأنا ما بحاولش أقف الدنيا يعني وبحاول أحمي نفسي على قد مقدر يعني طالما التزم عنصر الإنتاج في كل مكان بالحفاظ على صحته سيستمر الإنتاج ونتدارك الوقع في أزمة توقف إنتاج ضروريات الحياة